قد يقول قائل فكيف نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى الله ولا نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى وجه الحقيقة المحمدية الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره كيف يكون ذلك سيأتي الكلام فإننا أيضا في المقام الأتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في أركان التوحيد الأربعة سنصل إلى هذه النقطة من أننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا إشارة تشير إليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سيأتي لكن صورة لن تكتمل ما لم أضع النقاط على الحروف وبالتدريج إنني أحدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقة التوحيد في دين محمد وآل محمد لأنكم لستم على دين محمد وآل محمد أنتم على دين محمد وآل محمد إنهم على دين سقيفة وآل سقيفة إنهم على دين سيد قطب وآل سيد قطب إنهم على دين الطبري وآل الطبري إنهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي إنهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة إنهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي إنهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لأنكم غرباء عن دين محمد وآل محمد وسيعود الإسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الإمام الباقر يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الأئمة الناس بهائم والمؤمن غريب غريب النهس بهائم ربما أفضل شيء أسوقه لتوضيح كلمة الصادق من أن النهس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام أتحفونا أتحفونا من رحمة على والديكم أتحفونا وأريحونا بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا الأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفونا خمسة قال لي مستعجب مش درها قلنا تركب يعني خلاغة أهميشيني كما تقول خلاغة أهميشيني يتبقوا لأبو كان حالتها تقوش ديخ عربي تقوش والنس عبارة كنا على تقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ لا لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة وحق قرآن محمد هذا مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصة ويتحدثون هم وأولادهم وأصهارهم وحق قرآن محمد هذا لست مجبرا أن أقسم بالقرآن أمامكم لكن الحقيقة هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وآل محمد هذه هي عقائد محمد وآل محمد التي أحدثكم عنها والتي يجب عليكم أن تتأكدوا من صحتها أنا لا أطلب منكم أن تتبعوني فأنا في غنى عنكم نست محتاجا لكم ولا أطلب منكم أن تصدقوني أنا في مقام أداء وظيفة الشرعية صدقوني هذه الحقيقة أنا أدركتها منذ أن كنت في العشرين حين بلغت إلى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الأمر يعرفه الذين عشت معهم هذا الأمر معروف عني في أجواء الحوزة القموية إنني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لازلنا في مرحلة التنزيل وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وضيفة الشرعية تلزمني أن أضع الحقائق بين أيديكم ولا أعبأ بالنتيجة التي تترتب على ذلك ولا أعبأ بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تأكدوا من هذه الحقائق وأعرفوا أن الدين الذي أنتم عليه ما هو بدين محمد وآل محمد بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت وشيء جاءوا به من مزابل نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابل النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائما حتى حينما يصلون إلى أمر صحيح ماذا سيقولون عنه السنة ماذا سيقولون ما علاقتنا بالسنة السنة هل يعبؤون بنا السنة أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا فلذا أقول لكم أخاطبوا أبنائي وبناتي من أشياء الحجة ابن الحسان لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجاف ولا صيرون طاهين حظ مثل مراجع النجاف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن أحرار فيما نعتقد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا أعود إلى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقة المحمدية فلها وجه إنه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظاهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء من أعلى ما في الملأ الأعلى وانتهاء إلى أسفل مراتب الخلقيات إنها سورة القلم بعد البسملة في الآية في الآية الأولى من سورة القلم أتعلمون أن القلم هو اسم من أسماء علي في ثقافة العترة الطاهرة القلم علي هذه السورة سورة علي سورة القلم سورة علي نون والقلم والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العربي هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبرة كل الذي سيصطره القلم على صفحة الوجود على صفحة هذا الكتاب هناك كتاب آفاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سورة الزخرف فماذا قرأنا في سورة الزخرف في الآيات الأولى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ حينما يُسطَّرُ يُسطَّرُ على الورق يتكوّن عندنا مصحف يتكوّن عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقة هو انعكاس لكتاب تكويني في أعلى الرتب وإنه في أم الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الأصل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نون والقلم وما يسطرون القلم عنوان لعلي في تأويلهم هذه روايات وأحاديث من أحاديثهم إذا كنتم تستغربون هذه الثقافة المشكلة فيكم وأساس المشكلة أولئك الغبران في النجف إنهم أصحاب العمائم الإبليسية القذرة إنهم أصحاب العمائم العباسية الناصبية إنهم أصحاب العقول المعتزلية إنهم أولئك الذين نقضوا بيعة الغدير المحمدية مشكلتكم من هنا بدأت حاولوا أن تطهر عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث إعلامي للتطبيل والتسويق هذا حديث العقيدة هذا حديث الدين هذا حديث البيعة الغديرية المحمدية هذا حديث العهد والميثاق مع الحجة ابن الحسن هذا منطق الحقيقة والصواب هذه الهداية في أجمل صورها وفي أكمل مراتبها هذا قرآنهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم نون عنوان للحقيقة المحمدية حيث كل الفيض الحبر الأمثلة حسية وماذا سيصنع القرآن لنا نحن بحاجة إلى أمثلة حسية توضع في قوالب لغوية إنا جعلناه قرآنا عربيا وضعت تلك الأمثلة الحسية في قوالب عربية لماذا لعلكم تعقلون وإلا فإن الحقيقة ليست كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء أبي طالب صلوات الله عليه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبماذا وبالعلوية العالية في أم الكتاب هناك في أعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم تلك هي العلوية العالية نون والقلم وما يسطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض إنه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابة المحبر مثل مثلما علي باب لمدينة العلم المحمدي هلا تلاحظون أن الرموز والإشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا لا لعنة على منهج حوزة النجاف لا لعنة على هذا المنهج الخذر الذي بعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة فجاءونا بتفاسير النواصب وجاءونا بثقافة النواصب وحال فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أجد وقتا كي أتعمق كثيرا في دلالة هذه الآيات إنما جئت بها مثالا تقريبيا نذهب إلى فاصل الحقيقة المحمدية وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد أن خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الأشياء منها ولا بد أن نعرف من أن الحقيقة المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لأنها أساسا لم تكن موجودة لأنها أساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمة بعد ذلك وجدت هذه المقامات لا بد أن تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم فيما تقدم في الحلقات الماضية من أن قاعدتين لا بد أن ننظر إليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلا بد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلات إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى 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 هذه عملية الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهال فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلات بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعونا في الضلالة والمتاه وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة من يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم وفلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريح على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مشرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحا هذا هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون أغطية من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثل ما يقول باع الرقي شرط السجين هذا شرط السجين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظة واحدة وبعد ذلك أقرأ الحديث بين أيديكم مثلما الحقيقة المحمدية تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها أحبها إلى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرآنه في سورة النور مثل المشكات ومثل المصباح والشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضي 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 ولو لم تمسسه نار الأمثلة الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجد طريقا إلى تكذيبها يكاد يكاد زيتها يضي يضي تلك الشجرة وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضي يكاد من أفعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار إنها نار القدرة الإلهية ونار الجبروت الإلهي فهذا الزيت يكاد أن يضيء من عند نفسه لماذا لعظمة هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر أن يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجودا في الواقع ولكن هذا ويكاد التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثل ما قلت لكم تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لماذا لأنها كانت صفرا كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو وهو التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر